إذن المريخ لما اختار ملعبه هنا ملعب الأهل والسلام هل هو كان عارف أنه لن تكون هناك موافقات جماهيرية لحضور المباريات وبالتالي اختار ملعب الأهل هنا والسلام على أساس يفتح أبوابه للأشقاء السودانين يخشوا يتفرجوا وهو أمر لم يكن يتوفر له في السودان هل كان عندهم المعلومة دي الله أعلم برضه الله أعلم وطبعا احنا عارفين الجالية السودانية هنا ما شاء الله يعني يعني هو يعني ما شاء الله ملايين مش هنقول ألاف ولا عشرات ألاف ولا مئات ألاف ملايين يعني أطلب تلاقي بس هو طبعا حتى بالموافقات الأمنية يسمحوا لهم بكم ألف أو كده أو كده هذا هو الأمر طيب احنا قلنا خلاص فيما يتعلق بنتاج الجولة الأولى وقلنا موعيد الجولة الثانية فيما يتعلق بدور الأبطال